اشتركوا في القناة في فترة حظر صيد الروبيان ووجه سموه كافة الجهات المعنية بسرعة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق من يثبت تورطه في الحادث وقال سموه ان مملكة البحرين وعلى مر السنين دفعت ثمنا غاليا من ثرواتها البحرية بسبب التعدي من قبل الخارجين على القانون الذين يستنزفون الخيرات التي وهبها الله عز وجل بطرق صيد جائرة مخالفة للقوانين والانظمة وباستغلال لعمالة غير مرخصة مشددا سموه بان ما فقدته اليوم البحرين اثمن واغلى بروح احد ابنائها الكرام البررة واضاف سموه بان المشاركين في هذا الجرم والعمل الشائن ليسوا فقط من يستغل العمالة ويستجرون السفن او يتبعون طرق صيد غير قانونية وانما حتى من يقبلون شراء السلع مثل الربيان وغيره في فترات الحضر ومنع الصيد التي وضعت للحفاظ على البيئة والثروات البحرية الطبيعية مشددا سموه على ان سلامة المواطنين والمقيمين والحفاظ على البيئة البحرية والثروات الطبيعية اولوية وطنية دائمة وانه يتعد على ذلك لا يمكن التجاوز عنه كما وجه سموه كل منه واسارة الداخلية والجهاز التنفيذي بالصندوق الملكي لشهداء الواجب بالوقوف فورا على احتياجات اهل شهيد الواجب والمصابين في الحادث المذكورة منويا سموه بان تضحيات شهداء الواجب تسطر صفحات مضيئة في تاريخ الوطن وتبقى مثالا خالدا يقتدى به في ميادين العزة والكرامة